أجواء غير مستقلة أجواء شتوية إن شاء الله مرتقبة خلال الساعات القليلة المقبلة على المناطق الوسطى وشرقية أمطار رعدية غزر الكمية تحت تعدى 60 مم محليا بالإضافة إلى هبوب رياح جد قوية بسرعة تصل إلى غاية 80 كم في الساعة بالإضافة إلى كل ذلك أجواء جد باردة مرتقبة خلال الساعات المقبلة مع التسجيل تساقط للثلوج كثيفة إن شاء الله مرتقبة على أغلب المرتفعات الداخلية الوسطى وكذلك الشرقية نشوف التفاصيل أقول والبداية تكون بالنشريات الخاصة والبداية بالنشريات تساقط الأمطار الرعدية حيث أكدت صباحة اليوم مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة على التساقط الأمطار الرعدية غزر بكمية تصل أو تتعدى 50 مم وهذا بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر الأمطار إن شاء الله في التساقط إلى غاية منتصف نهار يوم غد الثلاثة بحول الله الولايات المعنية كل من ولاية بومردس تزوزوا البويرة كذلك ولاية نتبع مع بعض الولايات المعنية ولاية بومردس البويرة بورج بوريليت وكذلك ولاية الصيف إن شاء الله يارب تكون أمطار خير الآن نشوف النشرية الخاصة فيما يخص تساقط الأمطار إن شاء الله كذلك خلال الساعة المقبلة حيث أكدت من نفس المصالح على تساقط الأمطار الرعدية جد معتبرة بكمية تصل أو تعدى 60 مم وهذا بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم لتستمر الأمطار إن شاء الله في التساقط إلى غاية الساعة السادسة من مساء يوم غد الثلاثة على الأقل الولايات المعنية كل من ولاية بيجايا جي جي سكيك داعنابا الطارف غالما سوق هرس ميلا وكذلك ولاية قسنطينة الآن مشاهدين نشوفوا التوقعات خلال الساعات المقبلة فيما يخص تساقط الأمطار أو النشرية الخاصة فيما يخص الرياح لا بأس هناك رياح جد قوية وكذلك نفس المصالح حذرت في نشرية خاصة من هبوب رياح جد قوية بسرعة تنتصل أو تتعدى 80 كم في الساعة بداية من الساعة السادسة بعد زوال اليوم لتستمر الرياح في الهبوب إلى غاية الساعة السادسة من صباحة يوم غد الثلاثة إن شاء الله الولايات المعنية كل من ولاية بيجايا جي جي سكيك داعنا وكذلك ولاية عننابا الآن مشاهدين نشوفوا التوقعات خلال الساعات المقبلة فيما يخص تساقط الأمطار بداية من يوم غد الثلاثة إلى غاية يوم الخامس نحظ أمطار جد غزيرة مرتقبة طيلة نهار يوم غد على المناطق الشرقية وكذلك الوسطى الشرقية بالنسبة للمناطق الغربية أجوان نحظوا فيها تكون مستقرة وصفية حتى المناطق الجنوبية الأمطار تستمر في التساقط طيلة نهار يوم غد الثلاثة حتى يوم الأربعة على فترات يوم الأربعة تقل كمية تساقط لكن يوم غد الثلاثة تكون كمية جد معتبرة ما بين 50 حتى 60 ملمتر محليا أما عن يوم الخميس مشاهدين كما نلاحظوا في الصورة أجوان ستكون مستقرة استقرار سيكون مؤقت بحول الله مرتقب اليوم الخميس لتعود الأمطار من جديد مع نهاية الأسبوع إن شاء الله يوم الجمعة المقبلة إن شاء الله يارب تكون أمطار خلق درجات الحرى والكتل الهوائية خلال ساعات المقبلة أجواء جد باردة وحول الله راح تكون دون الصف مرتقبة على أغلب المدن الداخلية خاصة الغربية والوسطى نحضر راح تلحق دون الصف حوالي أربع درجات تحت الصف مرتقبة على المناطق الداخلية الغربية الوسطى وكذلك الشرقية للبلاد بالنسبة لباقي المناطق الشمالية تكون مبين درجتين إلى حوالي ست درجات أما عن جنوب البلاد سنسجل إن شاء الله مبين ست درجات إلى 12 درجات خلال الفترة الصباحة والفترة الليلية بالنسبة للظاهرة الكتلة هوية جد باردة وعليه كذلك خلال الظاهرة ستنخفف درجات الحرارة أكثر فأكثر وعليه يرتقب أننا نسجل إن شاء الله مبين حوالي 9 درجات إلى غاية 16 درجات كأعلى مقياس بالنسبة للمناطق الجنوبية ستترابح مبين 12 درجة إلى غاية 25 درجة كأعلى مقياس على جنوب البلاد البحر خلال الساعات المقبلة مشاهدين سيكون بحر شديد الهياجان خاصة على السواحل الغرب الشرقية والوسطى رياح جيد قوية اليوم غد ثلاثة بحول الله ستكون مبين حوالي 60 حتى 80 كم في الساعة أما على السواحل الغربي سيكون بحر قليل اضطراب فيما يخص يوم الأربعاء بقدم البحر المضطرب على السواحل الشرقية والوسطى سيكون بحر هادي على السواحل الغربية فيما يخص اليوم الخميس مشاهدين انتبعوا معابة سيكون نوعا ما بحر هادي إلى قليل اضطراب وهذا على طول الشريط الساحلي أما فيما يخص اتجاه الموجة اللحظة فيها تكون شمالية شرقية تماما أو شمالية لا شمالية غربية على السواحل الوسطى من شمالية لا شمالية شرقية على السواحل الغربية للبلاد وتكون شمالية غربية تماما إن شاء الله على السواحل الشرقية مشاهدين انتر رعدية غزيرة رياح قوية وانخفاض جد محسوس في درجات الحام مرتقب خلال الساعات المقبلة وهذا على المناطق الوسطى وشرقية للبلاد فقط إن شاء الله هذه الأمطار ستدوم إلى غاية صباحة يوم الأربعة ليعود الاستقرار ويكون استقرار مؤقت يوم مساء يوم الأربعة وحتى طيلة نهار يوم الخميس لتعود إن شاء الله الأمطار من جديد بداية من يوم الجمعة شاء الله يارب تكون الأمطار خير بهذا مشاهدين على سريطة ورقة حول التقص نعود الآن إلى الظهور لاستكمال بقية الأخبار شكرا لك حاسبة على هذه الورقة شكرا لك